بيبدأ الفيلم بزاندر وهو في طريقه البيت العيلة وبيكلم مراته قدري في التريفون فبتقوله إنها متضايقة جدا لأنها مقدرتش تسافر معي البيت عيلته فبيقول لها زاندر إنه مقدر إنه عندها شغل كتير ولما قدري بتسأله هدغيب قد إيه بيقول لها إنه هيشوف أبوه عايزه في إيه وهيرجع على طول ولما بيوصل زاندر لبيت عيلته بتكون هاربر مديرة البيت في استقباله وبتطلب من سوني اللي بيكون واحد من الإشاغلين في البيت إنه يدخل شنطة زاندر للبيت ولما مارلينا مرات أبو زاندر بتشوفه بتقابله ببرود وبيبقى واضح إنها مش مرحبة بوجوده في البيت وبتطلب من هاربر إنها تجهز العاشة وبتسأل زاندر عن قدري مراته فبيقول لها إنها مشغولة في كتابة كتابها الجديد علشان كده ما قدرتش تيجي معي وهنا نيكول أخت زاندر الصغيرة بتشوفه فبتجري ناحيته وبتسلم عليه وساعتها مارلينا بتسأل زاندر هتقعد معانا قد إيه فبيقول لها إن ده يعتمد على المفاجأة اللي أبو يقال إنه محضرها لنا كلنا ولما بيسألها عن مكان أبو بتقوله إنه بيلعب بليارده في مكتبه وبطلب منه يروح له هناك ووقتها مارلينا بتقول بنتها نيكول روح يشوفي حاجة أحسن من كده لبسيها لأن شكلك وحش جدا ولما زاندر بيشوف أبو بيسألوا إن تجمعتنا ليه النهار ده فبيقوله أبوه إنه هيعلن عن حاجة بعد العشاء هتغير حياتهم كلهم وبيسيبه وبيمشي وبنشوف مارلينا وهي في قودة سوني ولما بتخرج من عنده بيطلع الموبايل بتاعه اللي صور عليه اللي حصل بينهم وفي نفس اليوم بالليل قدري بتكون في طريقها لبيت عيلة جزها وساعتها عربيتها بتعطل ووقتها بيكون تشيب على الطريق فبيساعدها وبيصلح لها العربية وبيسألها أنت رايحة فين في الوقت المتأخر ده فبتقوله إنها متجاوزة من زاندر ليونال وإنها في طريقها لبيت عيلة جزها وساعتها بيبان على تشيب التوتر وبيقول لها إنه لازم يمشي لأنه وراه معاد مهم وفي بيت العيلة بنشوف زاندر هو مع تريزا بنت عم المحامية وجزها وارن وبيقول تريزا إنه ما كانش يعرف إن أبوه عزمها معاه في التجمع العائلي ده فبتقوله أكيد عايزنا في حاجة مهمة وعلى عشاء بيقول لهم ليونال إنه قرر يبيع الشركة وساعتها كلهم بيتفاجئوا وزاندر بيقوله أنت ما تقدرش تبيع شركة أمي فأبوه بيقوله إنه صاحب أكبر عدد من الأسهم في الشركة وده بيديله الحق إنه يبيعها وبيقول لتريزا إن بما إنها المحامية بتاعته فهيخليها تكتبل عقود البيع وبيقوم وبيسيبهم وبعدها بيوري لمراته مارلينا صورها مع سوني وبيقول لها إنه هيطلقها وهيخليها ترجع مفلسة زي ما كانت قبل ما تتجوزه فبتقرب منه مارلينا وبتقوله سامحني أنت سبق خنتني وأنا سامحتك واتجوزنا الموضوع فبيبعدها عنه بعنف وبيقول لها إنه موضوعها مختلف وإنه قرر يرجعها متشردة زي ما جات له أول مرة وبيقول لها إنه متأكد إنها مش هتفضل من غير جواز كتير وإنها هتلاقي لها رجل أعمال تاني تتجوزه قريب وبننتقل لبيت تشيب علشان نشوفه وهو مع أخته باريانا ولما بيحكي لها إنه شاف أودري مراد زاندر وهي في طريقها البيت عيلة جوزها أخته بتقوله إن أودري أكيد مش عارفة هي دخل على إيه بارتباطها بزاندر ده وفي نفس الوقت بتوصل أودري للبيت وهناك بتستقبلها هاربر ووقتها بيقع ليونيل منع السلم وزاندر بيجري على أبوه وأودري بتجري عليهم هي وهاربر وزاندر بيتعصب عليهم وبيقول لمراته اطلبي النجدة بسرعة فبتتصل بالنجدة وبعدها بنشوف المحقق وهو خارج من البيت وبيخرج وراه زاندر وأخته وأودري ولما مارلينا بتسأل زاندر انت قلت إيه للمحقق بيقول لها إنه قاله إن أبوه وقع من فوق السلم ومات فبتقوله مارلينا كويس إنه مات وريحنا منه واسعتها نيكول بتنهاره وبتقوله أمها إزاي بتقولي كده على أبويا فبتتجاهلها مارلينا وبتدخل البيت وهنا بتوصل تريزة وجوزها وبتسأل زاندر عن اللي حصل فبيقول لها إن الموضوع حصل في دقايق وإن أبوه مات بسبب رأسه اللي اتخبطت بعد ما وقع من على السلم وبالليل أودري بتقابل نيكول في المطبخ وساعتها نيكول بتقول لها أنا أسفة جدا إنك باقيتي واحدة من عائلتنا المليانة بالأسرار والتاني يوم الصبح بيرجعوا كلهم من الجنازة وأودري بتقول زاندر إنها مستغربة إن جنازة رجل أعمال كبير زي أبوه تكون صغيرة كده وما فيش فيها غير عدد قليل من الناس فبيقول لها زاندر إن دي كانت وصية أبوه فبتوسيه أودري وبتسأله انت كويس فبيقول لها إن عمره ما كان قريب من أبوه وإن أبوه دايما كان بيبعدوا عنه وفي نفس اليوم بالليل بيكونوا كلهم متجمعين في البيت وتريزة وجوزها بيكونوا معاهم ووقتها نيكول بتقول لهم إن هي وأبوها عمرهم ما كانوا قريبين من بعض وعمره ما سألها عن أحلامها ولا عارف هي بتحب إيه وبتكره إيه ووقتها تريزة بتقول لهم إن ليونيل ساب وصية وقال لها إنها تقراها تاني يوم بعد جنسته الساعة تمانية ونص الصبح واللي مش هيحضر إراية الوصية مش هيكون ليه نصيب من المراس وفي نفس اليوم بالليل بتدخل مارلينا لقودة هاربر مديرة البيت وإساعتها هاربر بتسألها إيه اللي هيحصل دلوقتي فبتقول لها مارلينا كل حاجة هتمشي زي ما أنا عايزة وبتقول لها بطل تمثل إنك مهتمة بي أو إساعتها هاربر بتقول لها إنت ليه بتعمليني المعاملة دي فبتقول لها مارلينا لأنك وأنا صغيرة سامحت لحبيبك إنه يتحرش بي وبالرغم من كده لما طلبتي مساعدتي بعد ما تجوزت ليونيل وافقت إنك تشتغلي كبيرة الخدم بشرط إن مفيش حد يعرف إنك أمي فلو حاولت يتعرفي حد الحقيقة اللي أنا عايزة نساها دي هتردك من بيتي وبتسيبها وبتمشي وبتروح للمطبخ وهناك بتقبل أودري اللي بتكون بتعمل شاي بالأعشاب علشان تقدر تنام فبتسألها مارلينا إذا كانت عارفة موضوع بريانا خطيبة زندر اللي كان بيحبها قبلها ولا لأ فبيبان على أودري إنها تدايقت وبتقول لها إن زندر حكالها عليها والتاني يوم الصبح لما أودري بتصحى بيكون زندر بيستعد لاجتماع إراية الوصية ووقتها أودري بتحكيله على اللي مارينا قالته ليها بالليل وبتقوله إنه لو عايز يقول لها أي حاجة ممكن يحكي لها وهي هتسمعه فبيقول لها إن موضوع بريانا انتهى من زمان وإن ما فيش في حياته غير سر واحد وهي إن أمه ما ماتتش متعادية زي ما كان مفهامها وبيقول لها إن أبوه كان دايماً بيدرب أمه وكان بيعملها بعنف وعلمها الشرب وده كان سبب في إنها انتحرت فبتوسي أودري لما بتعرف الحكاية دي بعدها كلهم بيتجمعوا فبتقرأ تريزا الوصية واللي بيكون مكتوب فيها إن ليونيل ساب مكافأة الهاربر خمسين ألف دولار وساب مكافأة للمحامية تريزا نسبة عشرة في المية من أسهم الشركة وباقي أسهم الشركة بالنص بين زندر وأخته نيكول وباقي العقارات هتكون لنيكول والحد ما نيكول تتم خمسة وتلاتين سنة هيكون زندر واصع عليها أما مارلينا فهتعيش في الفيلا مدة ثلاث سنين وهتاخد كل سنة مكافأة إيمتها مية وخمسين ألف دولار وبعد الثلاث سنين هتسيب الفيلا ومش هيبقالها الحق في المراس وهنا مارلينا بتتعصب عليهم وبتقول لهم لو فاكرين إني هطلع من المراس تبقوا بتحلموا ولا تريزا ولا هاربر ليهم حق في المراس وأنا هرفع عليكم قضية وهرجح حقي منكم أما نيكول فبتطلم من أخوها إنه يقف جنبها لأنها ما تعرفش حاجة عن إدارة الشركة ولا إدارة العقارات اللي أبوهم كتبها بإسمها فبيوعدها أخوها إنه هيفضل جنبها ومش هيتخلى عنها وساعتها قدري بتقول زاندر إن المسئولية عليها تكون كبيرة فبيقول لها إنه متفاجئ إن أبوه طلع سخي معاه جدا على عكس العادة وبيقول لها إنه هيروح يتكلم مع تريزا في موضوع قبل ما تمشي ولما بيروح لتريزا بتقوله إنه خطتهم مشت كويس جدا ومرلينا صدقت المكتوب في الوصية فزاندر بيقول لها أخيرا كل واحد فيهم هياخد حقه وهنا بنرجع بالزمن علشان نشوف تريزا وهي بتقول لزاندر ووارن إنها قدرت توصل لبيانات ليونيل الصحية بصعوبة وعرفت إنه عنده سرطان وإنه هيموت قريب علشان كده كتب وصيته فقدرت إنها تكتب وصية تانية وبدلتها مكان الوصية الأصلية وخلته يمضي عليها وسط ورق كتير من غير ما يشعر أو يشك في حاجة وبنرجع تاني لتريزا اللي بتسأل زاندر إذا كان هيقدر إنه يخلي مراته أودري تقنع أبوها إنه يستثمر فلوسه في شركتهم فبيقول لها زاندر الطميني ده هيحصل قريب وبيقول لها إنه بزل مجهود كبير علشان يتقرم من أودري ويتعرف عليها ويوقعها في حبه وبعد كده تجوزها علشان يكمل خطتهم وبتروح مارلينة تزور المحامي بتاعها وبتطلب منه إنه يقدم طعن في الوصية علشان تعرف تاخد حقها فبيقول لها المحامي إنه الموضوع ده صعب وإنه بياخد سنين في المحاكم وبنسبة كبيرة الطعن هي ترفض فبتهدده إنه لو ما تصرفش هتقول مراته إنه كان فيه بينهم حاجة فبيقول لها المحامي إنه كان شارب وما كانش في وعيه فبتقوله ابقى حاول تقنع مراتك بالكلام ده وبتسيبه وبتمشي وفي الفيلا بيستعد زندر إنه يروح لشركة أبوه وبيقول لأودري إنهم هيروحوا يزوروا أهلها علشان يكلم أبوها في شغلهم مع بعض فبتقوله إن أبوها أكيد هيحب إنه يشتغل مع جوز بنته الوحيدة ولما زندر بيمشي بتطلب نيكول من أودري إنهم يتمشوا مع بعض شوية فبتقول لها أودري إنها موافقة وبتعرفها إنها هتعمل تليفون وهتقابلها في جنينة الفيلا وبتروح أودري تكلم غرفة التجارة المحلية اللي في البلدة علشان تاخد منهم معلومات سياحية عن المنطقة علشان تكتب عن البلدة في كتابها الجديد فبيرد عليها تشيب رئيس غرفة التجارة المحلية وبيقول لها إنه مستنيها على حسب المعادل اللي بينهم ووقتها بيعرفها من صوتها وبيقول لها إنه تشيب اللي صلح لها العربية على الطريق فبترحب بيه وبتقوله إنها هجيله في المعادل اللي اتفقوا عليه ولما بتروح تتمشى مع نيكول نيكول بتقول لها إن طول عمرها قريبة من زندر لكن عمرها مزاريته في لوس أنجلوس بسبب إن خطبته بريانا كانت عاوزاة ليها لوحدها وعلشان كده كانت بتبعده عن عيلته فبتسألها أودري أنت تعرفي بريانا سكنة فين فبتقول لها نيكول إنها سكنة في البلدة وإن أخوها تشيب يبقى مدير غرفة التجارة المحلية وساعتها أودري بتتفاجئ وبتقول لنيكول إنها لازم تمشي لإن وراها معاد وفي نفس الوقت بريانا بتقول لأخوها إنها عايزة تقابل أودري علشان تحذرها من زندر وعيلته ولما بيوصل زندر المكتب بيقابل تريزا وجوزها ووقتها وارن بيقول لهم إنه هيسيبهم لإن معاد طيارته قرب وبينشوف وارن وهو في عربيته وساعتها بيكلم واحدة في التليفون وبيقول لها إنه عايز نصيبه اللي اتفقوا عليه علشان ما يعترفش عليها فبتحدد له المعاد والمكان اللي هيتقابله فيه ولما بيرح لها في جنينة بيت العيلة واحد بيهجمه وبيغرس سكينة في جسمه فبيقع وارن ميت والتاني يوم أودري بتقابل تشيب وبيتكلمه شوية عن البلدة وعن مصنع أم زندر وقدي إيه هي كفحت وكبرت المصنع لحد ما تجوزت ليونيل ومسك هو وقدرت المصنع وهي قعدت في البيت ولما أودري بتقوله إنها عايزة تقابل بريانا بيوافق وبعدها بنشوف أودري وهي مع بريانا ووقتها بريانا بتحكيلها إن في أول علاقتها بزندر كانت كل حاجة تمام لحد ما طلب منها إنها تقابل عيلته ووقتها حست إن علاقة ليونيل ومارلينا علاقة غريبة لأنهم كانوا دايما بيتطولوا على بعض بشكل غريب أصادها ولما جيل زندر شغل سبهت بيت معاهم في البيت لوحدها وساعتها ليونيل ومارلينا فضلوا يتخنقوا ويرموا على بعض الأطباء فخافت وطلعت قضتها فطلع ليونيل وراها وحاول يتحرش بيها بس قدرت ساعتها إنها تهرب وهي منهارة ورجبة عربيتها وساقت بسرعة جنونية فعملت حادثة ودخلت في غيبوبة ولما فائت منها كان عندها النتبة كبيرة في راسها وبتوري لها النتبة وبتقول لها إن النتبة دايما بتفكرها بالله حصل ومن بعدها حاول زندر إنها ترجع له لكنها رفضت وقطعت كل علاقة ليها بعيلة ليونيل وبتحذرها وبتطلم منها تاخد بالها من نفسها ولما بترجع قدري البيت بتقابل نيكول اللي بتقول لها إن أمها كانت بتخون أبوها وإنها شافتها وهي وقفة في المكان اللي أبوها كان واقف فيه قبل ما يقع من على السلم وكانت بتبص الجثة أبوها وكان باين عليها إنها مرتاحة جداً لموته وبتعرفها إنها شكة إن أمها هي اللي قتلت أبوها وبتطلم منها ما تجيبش سيرة لحد بالموضوع ده خصوصاً زاندر ولما قدري بيبان عليها إنها مش مصدقة كلامها بتقول لها نيكول إن أمها طول عمرها أسية وشريرة وبتحكي لها إنها لما كان عندها ست سنين حبستها أمها في قوضة مهجورة وضلمة في الفيلا من غير أكل ولا شرب وساعتها فضلت تعايت وتترجاها تطلعها لكنها رفضت وفضلت في القوضة لتاني يوم لحد ما هاربر سمعتها بتصرخ وهي اللي فتحت لها باب القوضة وبتقول لها قدري إن أمها لازم تدفع تمن كل اللي عملته وبعدها سوني بيروح لنيكول قوضتها وبنتفاجئ إنه بيسألها إذا كان لازم يستمر في علاقته مع أمها ولا لأ فبتقوله نيكول لو بتحبني لازم تستمر في اللي بتعمله فبيقولها إنه بيحبها بجنون وعلشان كده بيسمع كلامها فبتقوله إنها خلاص قرابت تنفس خطتها وبتاخد منه الفيديو اللي معاه وبتحمله على لابتوب بتاعها وبتقوله إنها لازم تفضحها وتحطم صمعتها علشان الناس كلها تعرفها على حقيقتها وبتروح نيكول لأخوها في الشركة وزعتها بنعرف إنها سمعته هو وتريزة وهم بيتكلموا عن خطتهم وطلبت منهم إنها تكون شركتهم وهم موافقه ولما نيكول بتخرج من عنده مارلينا بتوصل وبتقول لازندر إن نيكول تبقى بنته هو مش بنت ليونيل وإنها حملت فيها بعد اليوم اللي كانوا فيه مع بعض لما أبوه ضربوا ووقتها هو كان منهار وهي فضلت جنبه وساعتها الزندر بيتصدم وبيقول لها أنت متأكدة من الكلام ده فبتقول له أيوة أبوك في الوقت ده كان عنده مشاكل وكان بيتعالج وبتهدده إنه لو ما دخلهاش معاهم في الوصية أو عوضها بنص الصروة هتفضحوا قصاد أودري وقصاد نيكول وبتدي له 24 ساعة مهلة علشان يقرر هيتصرف إزاي ولما بتوصل تريزة بيقول لها زندر إن كل ترتيباتهم هتتغير بسبب إن مارلينا عرفته إن نيكول تبقى بنته وهددته إنه لو ما دلهاش نص الصروة هتفضحوا قصاد أودري بعدها مارلينا بتعرف من وحدة صاحبتها إن انتشر ليها فيديو غير أخلاقي فبتروح لسوني وبتهدده وبتقول له لو ما قلت ليش مين اللي وراك هقتلك فبيجري وبيهرب منها وقبل ما يسيب البيت نيكول بتروح له وبتترجى ما يتخلش عنها وبتدي له السكينة اللي قتلت بيها وارن وبتقلم منه يحطها في دولاب أمها وساعتها بنشوف إن هاربر وقفة في الشباك وشايفة كل اللي بيحصل وبعدها بتخرج من البيت بسرعة ولما قدري بتتصل بزاندر وبتطلم منه يرجع البيت فورا بيقول لها إنه مشغول وإن وارن مختفي وتريزا قلقانة عليه جدا وبتدور عليه وفي الوقت ده بتدخل نيكول وبتسمع كلام أخوها ولما قدري بتنهي الاتصال بتقول لها نيكول إنها شافت أمها من شباك قضتها الليلة اللي فاتت وهي مع وارن في جنينة الفيلا وبتقول لها إنها شكة إن أمها تكون هي اللي قتلت وارن وأثناء كده بتوصل هاربر لمكتب زاندر وبتقوله إنها سمعت وارن وهو بيهدد نيكول بإنه شافها وهي بتزوء أبوها من فوق السلم وطلب منها إنها تدي له فلوس علشان ما يبلغش عنها وبكده ممكن تكون نيكول هي اللي قتلت وارن فزاندر بيقول لها إنه لازم يروح البيت ويتكلم مع نيكول وساعتها بتقوله هاربر إن نيكول تبقى حفيدتها ويهمها مصلحتها وفي نفس الوقت في البيت بتقول نيكول لأودري إنهم لازم يروحوا الجنينة في المكان اللي شافت فيه وارن واقف فيه مع أمها ويدوروا هناك عليه فبتوافق أودري ولما بيروحوا هناك بيلاقوا وارن مقتول وأثناء كده بيدخل سوني لقوضة مارلينا وهو معاه السكينة اللي عليها دم وارن وبيحاول إنه يخبيها بين هدومها وفي اللحظة دي مارلينا بتدخل القوضة وبتاخد مسدسها من الدرج وبتهدده بي وبتقوله أنت بتحطي إيه في دولابي فبيقول لها نزل المسدس وأنا هاعترف لك بكل حاجة فبتقوله إنها مش هتنزل المسدس وبتطلع منه يتكلم ولما بيحكي لها على كل حاجة ما بيبانش عليها إنها مصدومة من إن بنتها هي اللي وراء كل حاجة ولما بيحاول سوني يهرب بتحاول تمنعه وساعتها طلق بتخرج من المسدس وسوني بيتصاب وأودري ونيكول بيسمعوا صوت الرصاص فبيدخلوا للبيت وبيشوفوا مارلينا وهي مسكة المسدس ووقتها مارلينا بتقول لأودري أن نيكول هي اللي وراء كل حاجة وهي اللي قتلت وارن وكانت عايزة سوني يحط سلاح الجريمة في قضتها وفي اللحظة دي بيوصل زاندر وبيحاول يقنع مارلينا إنها تسيب المسدس لكنها بترفض فبتقول لأودري إنهم لقوا جسط وارن في جنينة الفيلا وساعتها نيكول بتنهار وبتقول لزاندر إنها قتلت وارن لأنه شافها وهي بتقتل أبوهم وطلب منها فلوس وهددها إنه هيقول لأخوها إنها قتلة وهي ما قدرتش تستحمل إن أخوها اللي بتحبه يعرف إنها قتلة وفي اللحظة دي نيكول بتهاجم مارلينا وبتاخد منها المسدس وبتضربها طلقة بتيجي في بطناها فبتقع مارلينا على الأرض وساعتها نيكول بتقول لزاندر وأودري إنها ما تقدرش تدخل السجن وبتقول لزاندر إنت لازم تكمل مع أودري علشان خطتك تكمل وأبو أودري يستثمر فلوسه في شركتك وهنا أودري بتحاول تاخد المسدس من نيكول فبتطلع من المسدس طلقة بتيجي في زاندر فبيقع على الأرض بين الحياة والموت وبيعترف لنيكول إنه أبوها وبتطلع من أودري إنها تسمحه وبيموت بين إيديها وبعد سنة بنشوف أودري وهي في حفلة توقيع الكتاب بتاعها اللي استوحت أحداثه من اللي حصلها في بيت ليونيل ووقتها مارلينا بتطلع منها توقع لها على الكتاب وبتقول لها إنها تخطبت لمليونير وهتسافر له النهاردة وبتعرفها إنه نيكول محبوسة في مصحة وهتخرج بعد 25 سنة وبتقول لها إنه نيكول طول اليوم بترسم صور لمارلينا وهي ميتة ومن الواضح إنها لسه عايزة تنتئم منها وبكده بيكون خلص فيلم النهاردة